أنت عارف الأطفال بيبقى التحكم في اللي هما بيتفرجوا عليه بيبقى صعب ففيه أنا سمعت عن حاجة اسمها التربية الإعلامية تمام هل إحنا ربي أطفالنا تربية إعلامية اللي حضرتك هتشعرها لنا طبعا تمام وممكن يكون هدفها إيه ونعملها إزاي؟ التربية الإعلامية هي مقصود بيها تدريس فنون الإعلام في المستويات التعليمية المختلفة وده بيكون جهد منظم من مؤسسات سواء رسمية أو غير رسمية لرفع الحس الإعلامي للمطلق أي مكان في أي مرحلة تعليمية أو سنية بمعنى حضرتك بتقول أن أنا بتوجه لمضمون الماء أو على إيدي احتياج ما عايزة أشبعه أو باستخدم وسيلة الماء طب مش لازم أنا أعرف أستخدمه إزاي؟ إيه هو أساسا المضمون ده؟ إيه مين المتحكم في هذا المضمون؟ إيه توجهاته؟ إيه العملية الاتصالية بتتكون من إيه؟ عناصرها؟ فبالتالي أما يبقى عندي حدود الدنيا من المعرفة والوعي بالحاجة اللي أنا باستخدمها هقدر أنا أستخدمها لصالحي هقدر أنا أستخدمها بما يعود علي بالفايدة وهو مصطلح مش حديث على فكرة بالعكس بدأت تدعمه مؤسسة اليونسكو في التسعينيات وبرضو كان قبلها في الاتحاد الأوروبي وبقى في تجارب عربية زي الأردن وبقى دلوقتي السعودية كل دي محاولات لتحصين المطلق زي ما احنا قلنا أهم طرفين في العملية الإعلامية هو المرسل بما يحمله من مضامين ورسائل والمطلقي فبدأ الاتجاه كيف أحصن المطلقي ليتعامل بشكل سليم مع تلك الوسائل وأهم حاجة طبعا النشأ آه إزاي بقى حنوصل الكلام ده للنشأ؟ بتبقى فيه مقررات تدريسية بيتم الاستعانة بيها هتبتدي من المدرسة هتبتدي من المدرسة اختلفت بقى حولها القراءة هل نبتدي مثلا في سن الابتدائي؟ هيكونوا عندهم الوعي ده ونقدر نقصله من بدري ده أحسن؟ ولا في السن السنوي؟ اختلفت التجارب ما بين ده وما بين ده لكن الأهم إن أنا أوصل معلومات ومش بس معلومات في شكل مقررات وكتب ومحاضرات أو حصص أو ما إلى ذلك لازم بقى فيه ممارسة يعني لازم تكون المدارس دي مؤهلة بما يسمح بأن أنا مثلا أعرض مثلا برنامج ما أعرض مثلا شائعة وحقيقة أعرض كافية استخدام وسيلة ما الانتاج نفسه الانتاج البرامجي ده بيتعامل ازاي التوجهات يعني مفيش إعلام بلا توجهات دي مفيش حاجة اسمها كده لكن كيف يتم الاختيار وبالتالي أما يبقى عندي معرفة هيبقى عندي وعي أبدأ أن أنا أفهم أنا بتعامل مع إيه بعد كده بتكون عندي حس نقضي يعني أختار أختار على أساس مش أختار لمجرد الاختيار لما نرجع للنشق وإحنا بنعلمه ازاي يتعامل مع هذه الوسائل هي مش عدوه لي إحنا أنا أصدأ أقول إحنا دايما قدامنا طريقتين للتعلم تمام يا إما طريقة منظمة أن أنا أدي له منهج زي ما حضرتك قلتي هدي له منهج إزاي يتعامل مع الحاجات دي تمام أدي له فرصة أنه هو يبقى شايف يفرق بين أعلمه أعلمه إزاي يفرق بين شاعة وحقيقة صحيح أعلمه حاجات بالشكل ده بحيث أنه هو يبقى عنده القدرة على التمييز المعلومة تمام الطريقة الثانية طبعا هو يعني بنرمي الدنيا كذي ما هي شغالة دلوقتي كده وكل واحد بقى إيه بتجربته بتجربته اللي بيصدق واللي ما بيصدقش اللي بيفكر واللي ما بيفكرش فإحنا طبعا عشان نبسط الموضوع إحنا عايزين نعلم الناس إزاي يتعاملوا مع المعلومات اللي بيجي لهم أيا كانت صحيح عن طريق هذه الوسائل طيب هل في خطوات منظمة علشان نوصل لهذه للهدف ده أنا قلت لحضرتك بتبقى فيه مقرارات تدريسية تمام بيتم الاستعانة بيها ممكن بحاجات مثلا من كليات الإعلام ممكن ناس متخصصين لا أنا قصود أقول يعني خطوات منظمة بمعنى إحنا عندنا خطة إن الحاجات دي تدرس في سن المدرسة تمام سواء زي ما حضرك قلت بقى ابتدائي أو إعدادي اختلفت التجربة والخطة دي هتتنفس في خلال مدى زمن معين هل فيه الكلام ده؟ المفروض يبقى فيه الكلام ده والمفروض يتم تنفيذه بشكل أسرع من كده لأنه هو ده زي يعني هو موجود بس تنفيذه واخد وقت وعايز كسافة أكتر يعني حتى لو موجود عايز نتكسف أكتر المجهود عايز ندعم فيه الجانب العملي عشان كده هي برضو بيرتبط بالإمكانيات هل المدارس دي مؤهلة بالكفاءات البشرية اللي تعرف تدرس لي الموضوع ده؟ هل مؤهلة مثلا بمكان ما يبقى فيه شاشات عرض يبقى فيه مثلا حاجة أعمل بيها قدر أدخل بيها مثلا على الإنترنت يبقى فيه الوقت الكافي لممارسة ده؟ وبعدين عايز أقول لحضرتك أن أغلب الناس دلاتي بتظهر عندنا المواطن الصحفي أن أنت قادر تنتج مثلا حاجة الماء وتصورها بالموبايل وتبعتها فكمان بقينا إحنا منتجين فإحنا مش بس بنحمي الطفل من التلقي لا كمان بقول له خد بالك أنت بتعمل إيه؟ أنت بتبعت إيه؟ أنت بترسل للعالم الآخر إيه؟ أنت كمان عليك مسئولية جاه المجتمع فكل ده محتاج تكسيف للمجهود وللفكر ويكون بيدعموا إمكانيات بشرية وإمكانيات مادية